يا صباح الفلة او مساء الفلة على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي في الفيديو حطيلي لايك للفيديو واشتراك لو اول مرة بتشوفيني عشان تشجعيني اكتر ان انا اكمل وانا ازلكو فيديوهات امر وروتينات حلوة زي ما انتم ما بتحبوا عايزاكم كمان تقولولي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي انا بعملها الفترة دي عايزة اعرف كده رأيكم النهاردة هنغير المطبخ بتاعي بخمسة وثلاثين جنيه بس ايه بخمسة وثلاثين جنيه بس وما اكملوش كمان الخمسة وثلاثين جنيه لو حسب نها هنلاقيه بعشرة جنيه بس يا جماعة بعشرة جنيه بس حرفين انغيرت المطبخ بتاعي تمام هتشوفوا معايا في الفيديو ده شجعوني ان انا اغير حاجات كده كتير وقولكوا تفاصيل كتير كل الحاجات دي عشان انا بتشجع هنا يا جماعة كان مرون جايب لي جبنة تركي ولانشون وكمان جبنة اريش تمام هو حبيبي بيجيب لي الحاجات دي كل كده يومين ثلاثة بيعودوا معي بصراحة يومين ثلاثة اربع سات بيعودوا معي خمسة ايام على حسب استهلاكي للحاجة اوكي هنا حطيت بقى الجبنة التركي واحطي الجبنة القريش اللانشون بصراحة لسه محطتهش فعل بالتلاج لان العلبة في الحود وكده وانا لسه مغسلتش الموعين تمام فحطيت كده الجبنة القريش وبدأت كده ان انا قفلها برضو بالغطب تاعها انا بحب جدا الترتيب بحب جدا تلاجتي تكون منظمة وتكون نضيفة تمام اه زبطت الحاجة بقى ورستتها في التلاج انا ما كنتش اكلته طبعا ما كنتش اتغديت لحد الوقت اللي انا كنت بروسي فيه ده عارفين اتغديت الساعة كامل ساعة اتنين يا جماعة بالليل متخيلين ده بجد اتغديت الساعة اتنين بالليل المهم قطعت كده العيش زي ما انتم ما شايفين اه العيش كان بايت العيش الكايزر ده كان بايت انا هنا كنت بعمل برجر بس كنت عايزة احطه فيه الساندويتش ميكر لان الساندويتش ميكر بجد بيخلي الحاجة امر اوي 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 يعني بجد بيخلي الحاجة طعمها طحفة فاخدته كده وبدأت ارس فيه الحاجة انا بخلي البرجر طعمه جامد بالحاجات اللي انا بعملها بعمل حاجات كتيرة جدا اه طبعا باقي العيش كان بزوالي مكنش عارفة اعمل حاجة منه قلت هشيله كده احطه في مكان تاني حتى ما زبطت الساندويتش وكده هنا يجدعين انا حطيت الجبنة التركي وكانش عمزي جبنة شيدر وكده حطيت الجبنة التركي وبدأت ان انا احط اللانجوم بحط اتنين كاملين بحط واحدة هنا وواحدة هنا بحبه جدا جدا مع البرجر بيت ديني عارفين اللي هو طعم احلى مش عارفة بس بحيثنو بيت ديني طعم احلى بكتير وباخد كده اتنين كتاعة جبنة مسلسات وبحطهم لان الساندويتش ميكر هيفردهم وما بفردهمش لان الساندويتش ميكر هيفردهم ده كده كده المهم يا حلوين ان انا حرقت البرجر الحمد لله يعني زي ما انتم ما شايفينهم اتفاحم بس كانت كويس يعني الحمد لله كان طعمه كويس عمالة در في نفسي اكتر وكان باقي واحدة تالتة كده رحت جت حطيتها كده من عالوش تمام حطيت بقى سوس البرجر وحطيت الكاتشب فوق كده وقلت بقى ايه اقفل الساندويتش جامد كده عشان خطر الساندويتش ميكر ما يعزبني شوانا بحط فيه هنا باقي حطيته فى الساندويتش ميكر خلاص بحط ورق زبدة عشان الساندويتش ميكر بتاعي ما يتوسخش ما يبصش ما يكونش محتاج يعني ان انا ايه اه انضفو هنا كنت بحط ورق زبدة في مكانو حطيت لسوس بتاعي البرجر برضو فما كانو في التلاجب برتب يعني يا جماعة النهاردة الصبح بقى اول مصحيد كان ماما جايبه لي بلح غسلته كده وحطته هنا أنا نقعته شوية في مية عشان خطر هو كان متوسخ وأنا ما كانش لها نفس الفطار قوي في خط كورنفليكس اللي هو لين وده اللي هو بالشوفان وطبعا طبعا يعني كوباية النسكافيه أساسي معي أنا هي دي اللي بتخليني أقوم الحياة جدا بجد بجد مش عارفة من غيرها أنا كان ممكن أعيش بقى حياتي إزاي بجد بمجر كوباية النسكافيه دي أو كوباية الأول والتنين بصراحة بيثبتوا لي مزكي جدا والتنين كده بينها نشوني بصراحة يعني أنا حطيت كده اللبن في الكوباية بعير يعني بيقل كناكة وكده وبدأت إن أنا حرفيا أزبط الدنيا الحمد لله الحمد لله على عيشاتنا الحمد لله على الحلول وحش الحمد لله على كل حك الحمد لله طبعا إحنا هنشوف يعني التجديدات كده بس خليكم معي هنا بحطيت كده اللبن وبدأت طبعا هنا حطيت النسكافيه أنا كان نفسي أعمل له وش المشكلة يا جماعة أنا اليومين دول ما بقاش عندي طاقة إن أنا أعمل حاجة يعني ما فيش مزاق بقى أعمل وش زي الأول بس بحوال على قد ما أقدر يعني كان فيه بقى النقطة على الانستجرام بتسألني بتقولي إزاي بتنظمي وقتك قلت لها لإنها ما بضغطش على نفسي أعمل حاجة عندي مواعين بقى أجلة في أكلة المفروض بقى أجلة يعني تحسوا إن أنا عايشة كده فاهمين اللي هو عايشة بالبركة حرفيا يعني ما فيش حاجة منظمة في حياتي خالص فحطيت كده الكورنفليكس باللبن ويه ده كده كان الفطور بتاعي أكلتت 6 بلاحات ويه الكورنفليكس ويكوباية النسكافيه كان فطوري خفيف خالص على فكرة ومتقلتش يعني خالص تمام يلا بينا بقى نروح للتجديدات بتاع المطبخ ده كده كان شكل الرول اللي أنا فرشاه على الرخامة حلو جدا على فكرة الشكل ولكن بصوا بيقشر بسهولة شكله بيبحت بسهولة أخدت بقى الرول ده كنت جايباها في جهازي كان سعره 35 جنيه كله يا جماعة كله كان سعره 35 جنيه متخيلين هنا أنا كنت بأريكم إن أنا كنت بأصور تيك توك وكده وهو أريكم بقى الشكل النهائي بتاع الرول دلوقتي وهو مفروش قبله وبعد تمام هنا أنا كنت بأصور تيك توك ده شكله كده قبل خلاص فضيت المكان كله بصوا كان شكله مقشر ازاي وشكله مخلي المطبخ قديم جدا ما كانش عاجبني خالص المهم إن الرول ده كان ب35 جنيه كتعة لنا استخدمتها دي موما اشتريتها بره فارت بعشر جنيه بس فاهمين قصداش كده بقولك بعشر جنيه بس تمام؟ ده كده كان شكل الرول تعالي بقى اقولك حصليه بص يا جماعة بعد ما خلصت موما جتلي بالليل وكده فقالتلي حطي هنا كمان يعني في الحتة دي كده الحتة دي معرفش ليه ما بتلزقش عليها قوي يعني بس أنا حطيت يعني عشان خطر الشكل وكده فبقى شكله قلطف بكتير بس الحتة دي عادت يعني يعني ما بيلزقش فيه حاجة حتى البنك ما كانش بيلزق فيها كويس وكده بس أنا عايز اكو كلكو تقولولي رأيوكو في الكومنت ايه رأيوكو في التجديد ده حلو لا لا في ناس كتير قالتلي لا يا ميرا فريش فريش البنك البنك هيلي اكتر وهو اصلا اصلا كنت فرش البنك زي ما انتم معارفين يعني بس انا مش عارفة حبيت ان انا جد تبصوا كده الشكل من بعيد يعني اهو وهنا طبعا البقية المطبخ يعني وكده انتم عارفينه يعني قلولي ايه رأيوكو يعني عايز اسمعوا رأيوكو كده الدنيا يعني شايفين تجديد كده حلو ولا لا عمتا يعني الرول ده انا كنت جايباه في جهازي يعني امطلعوا من جهازي تمام ولسه عندي بنك ولسه عندي برضو من الاسود ده فلو مش عجبكو كده اقولولي حط البنك بس لو راحس انه تجديد لطيف يعني من وقت للتاني كده المفروض البني ايه ده نجدد يعني فهمين مش كل حاجة بقى يعني هنسبت عليها للأبد لا لازم نجدد من وقت للتاني المهم ان انا كنت جايباه بخمسة وتلاتين جنيه جماعة كنت جايباه من ضمن رفاعي المطبخ بتاعتي وكده كان فيه ناس تعد تقولي ايه ليه كل ده وانتي لسه اصلا انفرجتي عشان تجددي وانا بحبه جدد وبجد كل حاجات ناس قعدت تقولي ما تشتريهاش اشتريتهم تلات بيرفكت زي كده تلات جمدة جدا بجده ما تسمعوش كلام اي حد يقولكو ما تجيبوش اي حاجة هتقولي في مزاقكو هتقولي انتو عايزينو وماما ما كانش بتقولي لأ الصراحة يعني مكتبه ولا مسلا هعمل كزا وكزا لأ كتبت خلينا جيب يعني وكتبت شاركني كمان اه لما تجي تغيري تعملي كزا ومشارك ايه كده يعني تمام فبصوا اصلا انا نفسي طول عمري في رخامة سودة فدي مدياني الافكت بتاع الرخامة السودة جدا يعني بصوا متخيلين الشكل عامل ازاي تحفظ جد عجباني ومنبهرة بيها اوي 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 فعايزاكو برضو تقولولي ايه رأيكو كده وصلنا رأيكو في الكانتس